السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثاني متوسط الفصل الدراسي الأول المادة لغة الخالدة عنوان الدرس رسم الحروف سين شين صاد ضاد بخط الرقعة عزيزي الطالب أكمل الفراغة خط الرقعة من الخطوط فراغ ما الإجابة؟ نفكر قليلا من الخطوط العربية أحسنتم إجابة موفقة رسم الحروف صورة الحرف وما في حكمه منفردا نلاحظ هنا حرف السين أتى بصورة منفردة السين هنا مسننة نلاحظ السين هنا مسننة ثانيا جسم كحرف النون الكبيرة أين يستقر؟ يستقر على السطر أحسنتم ألاحظ الحرف ألاحظ الحرف ثم أقوم بإعادة رسم الحرف السين هنا مسننة وجسم كحرف النون الكبيرة يستقر على السطر نقوم بإعادة رسم الحرف يا أحبة أحسنتم نلاحظ هنا حرف السين أتى بصورة منفردة أولا سين ممتدة نلاحظ كما في المؤشر سين ممتدة كالباء المنفردة ثانيا جسم كحرف النون الكبيرة ويستقر على السطر نلاحظ حرف السين أتى بصورة منفردة ونلاحظ السين ممتدة كالباء المنفردة والجسم كحرف النون الكبيرة يستقر على السطر نقوم بإعادة رسم الحرف هيا بنا أحسنتم حرف الشين أتى بصورة منفردة أولا شين مسننة كما نلاحظ في المؤشر ثانيا نون صغيرة وحركة شبيهة بثلاث النقط نلاحظ هنا الشين ممتدة ثانيا نون صغيرة وحركة شبيهة بثلاث النقط حرف الشين رسم بصورة منفردة حرف الصاد نلاحظ رسم حرف الصاد أولا جسم نون كما في المؤشر جسم نون كبيرة أين يستقر يا أحبة؟ نلاحظ يستقر على السطر ثانيا كحرف الباء المنفرد كحرف الباء المنفرد ثالثا بدون سن حرف الصاد رسم بصورة منفردة نلاحظ حرف الصاد ثم نقوم بإعادة رسم الحرف أحسنتم نلاحظ حرف الضاد أين يستقر؟ ما الإجابة؟ يستقر على السطر نلاحظ جسم كحرف النون رسم الحروف صورة الحرف وما في حكمه متصلا نلاحظ حرف السين أتى بشكل متصل مع حرف الألف نلاحظ صعود بزاوية قائمة نلاحظ ألاحظ الحرف السين صعود صعود بزاوية قائمة نقوم بإعادة رسم الحرف هيا بنا أحسنتم نلاحظ حرف السين أتى بشكل متصل مع حرف الطا نلاحظ نلاحظ صعود بتقوس نلاحظ حرف السين أتى بشكل متصل مع حرف السين بروز صغير فاصل نلاحظ نلاحظ هنا حرف السين أتى بشكل متصل مع حرف الباء متطرفة مسننة ما المقصود بمتطرفة أي وقعت في الأخير مسننة نلاحظ إذن الشين وقعت متطرفة مسننة نلاحظ حرف الصاد أتى بشكل متصل مع حرف الألف كرأس المنفرد وزاوية وصعود بزاوية كرأس المنفرد وصعود بزاوية أقرأ وأتأمل اجتمع لأسماء رضي الله عنها من خصائل الخير وشمائل الفضل وقوة البأس ما فاض حسنا نلاحظ ثم نقوم بإعادة الرسم مرة أخرى هيا بنا أحسنتم عزيزي الطالب ما نوع هذا الخط الخيارات الخيار الأول خط النسخ الخيار الثاني خط الرقعة ما الإجابة خط الرقعة أحسنتم الدروس المستفادة أولا صورة الحرف سين وما في حكمه منفردا ومتصلا ثانيا صورة الحرف شين وما في حكمه منفردا ومتصلا ثالثا صورة الحرف صاد وما في حكمه منفردا ومتصلا رابعا صورة الحرف ضاد وما في حكمه منفردا ومتصلا شكرا